موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضايا أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى رئيس الوزراء يعلن عن اعتماد مخصصات استثنائية لتنمية محافظة شبوة ويوجه بإدراج الوحدات العسكرية المنضمة لشرعية بشبوة ضمن الجيش الوطني موسيقى قوات الجيش تتسلم ميناء بالحافة الاستراتيجية المطلة على البحر العربي جنوب محافظة شبوة موسيقى قوات تحالف دعم الشرعية تدمر ستة صواريخ بالاستية اطلقتها المليشية الحوثية باتجاه المملكة موسيقى 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 أهلا بكم إلى التفاصيل أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظة شبوة محمد صالح بن عديو لطلع على مستقدات الأوضاع عقب أحداث التمرد التي قادتها مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للجهود والتضحيات التي اقترحها منتسب الجيش والأمن وأبناء شبوة في وجه مشاريع الانقلاب الحوثي ومشاريع الفوضى والتمرد الأخرى وقال نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي إن محافظة شبوة تصنع التاريخ على الدوام وتنتصر اليوم لليمن الاتحادي بمساندتها للشرعية بغيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وتصنع التاريخ وتثبت ثقة اليمنيين بها برفضها للملشنة أي كان توجهها أو اتجاهها وشاد نائب رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشرعية في مختلف المجالات وتضحياتها الكبيرة لدحر الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية وتأكيدها المستمر وفي مختلف المحافل على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه تحت راية الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الغاد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الرب منصور هادي ودعا نائب الرئيس كل اليمنيين إلى التكاتف وإعلاء قيم التسامح والإخاء ورص الصفوف لدرء المخاضر التي تهدد بلادنا وفي المقدمة منها المشروع الحوثي الإيراني والعمل على استعادة الدولة اليمنية ورفض كل من يحاول أن يحرف مسار معركتنا الوطنية والجمهورية منوها إلى اهتمام وسعي الشرعية والحكومة بشبوة وتكثيف الجهود لتثبيت الأوضاع فيها وتلبية متطلباتها الخدمية والتنموية ومن جانبه عبر محافظ المحافظة عن تغديره الاهتمام والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية مؤكدا بأن أجهزة الجيش والأمن وأبناء المحافظة ملتزمون بمساندة الدولة ورفض محاولات الاعتداء على مؤسساتها وعلى الممتلكات العامة والخاصة أعلن رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد عن توقيف خامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية باعتماد مخصصات استثنائية للتنمية بمحافظة شبوة وأكد خلال اجتماعه مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع وفق مسار سريع وعاجل مشيرا إلى أن لدى الحكومة خطط لزيادة الإنتاج النفطي في محافظة شبوة وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة ونقل رئيس الوزراء للجميع تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ومباركته بانتصار شبوة مؤكدا أن المعركة هي معركة عزة وكرامة وأن شبوة انتصرت لليمن ومشروع الدولة الاتحادية وقال إن شبوة تضع نفسها اليوم في المكان الصحيح قائدة للمشروع الوطني وشار الدكتور معين عبد الملك إلى ما بذلته الحكومة من جهود لمحاولة تجنيب محافظة شبوة الصراع والجوء للسلام والحوار وتجنب إراقة الدماء إدراكا بأن المعركة الأساسية هي ضد الحثيين والمشروع الإيراني موضحا أن المستهدف الأساسي من هذا التمرد الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي هو مشروع الدولة الاتحادية وجدد التأكيد على حرص الحكومة على حقن الدماء وتطبيع الأوضاع والاستقرار ومستعدة دائما للحوار تحت مظلة الدولة وضمن المبادئ المتعارف عليها في دعم الشرعية وأن العدو الوحيد هو المشروع الحوثي ولفت رئيس الوزراء لأن محافظة شبوة تمتلك كل المقومات اللازمة للنهوض والتنمية بما في ذلك الثروات والكوادر البشرية مشيرا إلى أن هذا الاستهداف لشبوة جاء في وقت بدأت المحافظة فيه تشهد حركة اقتصادية وتنموية وعلى الجميع التكاتف لعادة ذلك وكانت قيادة السلطة المحلية استعرضت الجهود التي تبذلها لتثبيت الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة إضافة إلى أوضاع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ووضاع الجرحة جراء المواجهات الأخيرة كما وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد بإدراء كافة الوحدات التي أعلنتت انضمامها لشرعية ضمن قوام الجيش الوطني بناء على توجهات فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية كما وجه بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستغرار والسكينة العامة وشدد رئيس الوزراء خلال ترأس اجتماع اللجنة الأمنية في شبوة شدد على المسؤوليات الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة مؤكداً وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستغرار ودعا كافة أبناء الشعب للاستفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستغرار والقضاء على المشروع الإيراني مؤكداً أن اليمن تتسع للجميع وأن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية وجه رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيري بتقديم كل أشكال الرعاية والعناية الصحية لجميع قرحة أحداث التمرد الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوه دون استثناء حتى يتماثلوا للشفاء إضافة إلى الاهتمام بذوي وأسر الشهداء جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للقرحة والمصابين في مستشفى عتق العام للإطمئنان على القرحة والاستماع إلى الخدمات التي يتلقونها ووجه مكتب الصحة وغيادة المستشفى بمضاعفة القهود لخدمة القرحة والإرثقة بالخدمات الصحية مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم في هذا الجانب كما زار رئيس الوزراء مشروع مستشفى شبوه القديد الذي تعثر إنجازه عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب موجها بتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيز وتشغيل المستشفى رافق رئيس الوزراء خلال زيارة كل من نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العام والسكان دكتور ناصر بعوم ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ووزير النفط والمعادن أوس العود ومحافظ شبوه محمد صالح بن عديو وقائد محور عتق عزيز ناصر ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بحارثة وجه وزير الدفاع الفريغ النكر محمد علي المغدشي كافة الوحدات العسكرية بمحافظة عدن وأبين وشبوه بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن التقى نائب وزير الخارجية محمد الحضرمية المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر السيمينبي لمناقشة تطورات الأحداث في اليمن على ضوء التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ضد الحكومة الشرعية وجدد الحضرمي ترحيب الحكومة الشرعية بدعوة السعودية للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح من قبل التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات وفقا لما ورد في بيان التخالف دعم الشرعية الصادر بتاريخ العاشر من أغسطس 2019 وثمن نائب الوزير دور المملكة واستمرار جهودها السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية لنصرة الشعب اليمني وغيادته الشرعية وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن وأكد حرص الحكومة على استثباب الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون لكل أبناء اليمن في ظل الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية معربا عن تجديد طلبها بإيقاف الدعم المالي والعسكري لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة الأمر الذي من شأنه زيادة التوتر والتصعيد والخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية النبيلة في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وأي جماعات إرهابية أخرى واستغلال هذه اللحظة التاريخية للعمل على دمج كافة تلك التشكيلات وعلى أساس وطني تحت مضلة المؤسسات الرسمية وفيما يتعلق بجهود الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم أكد الحضر من استمرار دعم الحكومة وانخراطها بشكل بناء وإيجابي في جهود مبعوث الأمين العام مشددا في الوقت نفسه على أن الذهاب لجولة جديدة من المشاورات السياسية مرتبط بتنفيذ الانقلابيين الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ومن جانبه أكد المبعوث السويدي دعم بلاده للحكومة الشرعية واستمرارها في بذل الجهود لمساندة اليمن على الخروج من أزمتها واستخدام علاقاتها واتصالتها لتحقيق ذلك من أجل التوصل إلى حل شامل وفقا للمرجعيات الثلاث تسلم نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي خطاب اعتماد الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا وخلال اللقاء جرى مناقشة التعاون القائم بين اليمن والبرنامج والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره لسيما في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة والتي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأشاد الحضرمي بطريقة تعامل البرنامج مع الأزمة الإنسانية في اليمن ومحاولة التخلص من الضغوط والابتزازات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية للتأثير على عمله في المناطق الخاضعة لسيطرتها وما يبدله برنامج الأغذية العالمي في اليمن لتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون تدخلات الميليشيا الحوثية وأكد الحضرمي على أن ما قام به البرنامج من إجراءات لفتح انتهاكات الحوثيين التي طالت اللقمة من أفواه الجوعة في اليمن أنها الوسيلة الناجعة لإرقام تلك الميليشيا على الكف من انتهاكاتها ومخالفاتها الفاضحة وأشار إلى أن رضوخ الميليشيا لمبادئ عمل برنامج الأغذية العالمي خير دليل على ذلك داعيا بقية مكاتب المنظمات الدولية للاحتذاء بخطوات برنامج الأغذية ضد مخالفات وانتهاكات الحوثيين ونوها إلى ما يواجه برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى من نقص في التمويل بسبب تأخر المانحين في الوفاء بتعهداتهم وتأثيره على برامج المشاعدات الإنسانية مؤكدا أن الحكومة ستبذل جهودها للتواصل مع مختلف المانحين الدوليين لسد الفجوة الحالية في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومن جانبه ثمن الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي أو جهد دعم المقدم من الحكومة اليمنية للبرنامج منوها بأن البرنامج سيقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لما فيه خدمة الشعب اليمني والمساهمة في التخفيف من الأزمة الإنسانية وتقديم المساعدات لمستحقيها في مختلف المناطق اليمنية ناقش وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية منصور بجاش مع القائم بأعمال السفير الألماني لدى بلادنا يان كراوسر تطورات على الساحة اليمنية وجهود الحكومة لمواجهة التمرد الذي تقوده مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في بعض المحافظات الجنوبية وأكد بجاش أن الحكومة ماضية في القيام بواجبها الدستوري لمواجهة التمرد ومن يغف خلفه وتطرق اللقاء للجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق ستوكولم وأهمية حل الخلافات المتصلة بتنفيذه من جانبه أكد الغائم بأعمال السفير الألماني أن بلاده تتابع الأحداث في اليمن باهتمام وتقف على أو إلى جانب الحكومة الشرعية وترفض المس بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وعبرت في مجلس الأمن عن رفضها للمس بسيادة الدول سطر أبناء شبواهم لحمة تاريخية ضد الفوضى والدمار وأعلنوا وفاءهم للدولة والشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي قائد اليمن الملهم ومهندس اليمن للتحدي الجديد مزيدا من تفاصيل في سياق التغرير التالي تدحرجت كرة الثلج من عدن واكتاحت كل مؤسسات الدولة ومضت نحو محافظة أبيان فسيطرت عليها وانطلقت باتجاه شبوا حتى أصبح المتابعون يترقبونها متسائلين إلى أين وتلاشت هذه الكرة في صحراء شبوا الواسعة شبوا الأبية صاحبة التاريخ الناصع في حقبة الأزمان هبت قبائل شبوا وأبنائها بكافة أطيافهم ومشاربهم بكل بسالة ورقولة وشجاعة يرددون شعار لا عاصم اليوم من أمر الله يخوضون معارك الشرف والفداء والبطولة وحدهم أبناء شبوا استطاعوا الالتفاف حول بعضهم وتوحيد صفوفهم وموقفهم وقضوا على الفتنة وحالوا دون تحويل محافظتهم إلى ساحة حرب مفتوحة مجهولة الاحتمالات والمصير وفي اللحظات الحاسمة ظهرت معادن الرجال الحقيقيين الأوفياء الصادقين المخلصين لأوطارهم وأرضهم وشعبهم رجال لا يحيدون عن وطنيتهم واستطاعوا بكل قدارة الحفاظ على هيبة المحافظة ومكانتها وأثبتوا موقف إسطوري ستخلده أجيال اليمن الاتحادي الجديد لاحظت بشائر النصر الشبوانية في معركة العزة والكرامة وانتصرت شبوة وانتصر الوطن على مشاريع التمزيق والتشطير تسلمت قوات الجيش الوطنين مينا بلحافة المطل على البحر العربي جنوب محافظة شبوة وقالت مصادر عسكرية أن تسلم المينات تم بحضور وفد سعودي وأضافت المصادر أن التسليم جاء بعد أن أعلنت عدة ألوية تابع أهل النخبة الشبوانية ولأها للحكومة الشرعية بغيادة الرئيس عبد الربو منصور هادي بينهم اللواء الأول المتمركز في بلحاف ويعتبر مينا بلحاف أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن على ساحر البحر العربي بين مدينة عدن والمكلة ويستخدم لتصدير نفط خام مزيق من قطاع 14 بالمسيلة قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان وأوضح العقيد المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموقب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها واعتادها في ضل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى وأضاف أن هذا العمل يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرام حرب بحسب الغانون الدولي الإنساني مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم تصدي لها بفضل ما يمتلك التحالف من قدرات لقيا عدد من عناصر ميليشيا الحوثية الإنقلابية مصرعهم بنيران الجيش الوطني في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة وقالت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية تسلل باتجاه مواقع الجيش في مدخل وادي الفحلوين المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا واجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وقرحها في صفوفها وفي ذات السياق استهدفت طارات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الأودية والتباب بالمنطقة ذاتها وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع بصد قوات الجيش والمقاومة هكومة للميليشيا الحوثية في جبهة حجر شمال غرب المحافظة وأوضحت المصادر أن وحدات من قوات الجيش والمقاومة المرابطة في مواقعها في جبهة حجر شمال غرب الضالع تصدت لمحاولات تسلل فاشلة تقوم بها الميليشيا الإنقلابية بغية تحقيق انتصارات واهمية على جبهة الضالع وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تكبدوا خسائر فادحة في العتاد والأرواح تواصلت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإنقلابية في عدة جبهات في مدينة تعز كما شهدت الجبهة الشرقية والشمالية والغربية شهدت معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة ودارت مواجهات عنيفة في المناطق القريبة من تلة السلال شرق المدينة والتي تعرضت والمناطق المحيطة بها لغارات من طائرات التحالف العربي كما جرت اجتباكات عنيفة في عصيفرة والزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمال المدينة وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل أكثر من 14 مسلحا حوثيا شرعت الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة بمحافظة الشبوة بإصلاح الأضرار الكبيرة بمنظومة شبكات نغل الطاقة الكهربائية وانغطاع الكهرباء بمدينة عتاقة جراء المعارك الأخيرة وطلع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة لغطاع الخدمات علي الكندي ومدير عام مؤسسة الكهرباء في شبوة عوض الأحمدي اطلع على الجهود المبذولة من جانب الفرق الهندسية لإعادة إصلاح شبكة الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين والتي ترتبت على انقطاع خدمة الكهرباء وشهد الوكيل الكندي بجهود الغائمين على إعادة خدمة الكهرباء وشدد على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال إصلاح شبكة الكهرباء بأسرع وقت ممكن واندد بعملية استهداف الميليشيا المتمردة لشبكات ناقل الطاقة الكهربائية ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة أحمد الراعي احتياجات عنديات المحافظة وفروع مكاتب الشباب بالمديريات لتفعيل أنشطتها وأكد الحامد أهمية تسخير الدعم المقدم من صندوق النشئ لتسيير الفعاليات وتوفير المواصلات وتفعيل أنشطة رياضية لتستوعب الشباب وتنمي مواهبهم وإبداعاتهم لذلك ناقش الحامد مع رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة خلود الغديري ناقش القضايا المتعلقة بتفعيل أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة في مركز المحافظة والمديريات مؤكدا على دور المرأة الفاعل في مختلف مناحي الحياة باعتبارها عنصرا فاعلا ومؤثرا في المجتمع لافتن إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج الفصلية والسنوية لتطوير الأنشطة النسوية والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل وزيادة برامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية انتهت النشر التذكير بالعناوين رئيس الوزراء يعلن عن اعتماد مخصصات استثنائية لتنمية محافظة شبوة ويوجه بإدراء الوحدات العسكرية المنظمة للشرعية بشبوة ضمن الجيش الوطني قوات الجيش تتسلم منا بالحاف الاستراتيجي المطلع على البحر العربي جنوب محافظة شبوة قوات تحالف دعم الشرعية تدمر ستة صواريخ باليستية اطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة مشاهد الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة